طيب ازاي انا اعمل جمعية عامة عادية او غير عادية صحيحة طبقا للقانون احنا عندنا اول حاجة رئيس مجلس الادارة بيتصل بيك كمكتب بقولك احنا هنعمل جمعية عامة غير عادية او جمعية عامة عادية الجمعية العامة العادية يا شباب اللي هي النمطية اللي هي اسد زيتنا لا تتعلق بتعديل نظام الاساسي او عقد الشركة لو انا هعدل في النظام الاساسي للشركة ما تنفعش جمعية عامة عادية لازم جمعية عامة ايه غير عادية ليه احنا عندنا في العقد وفي النظام الاساسي النظام الاساسي اللي انعقدت عليه المؤسسين الشركة من اول يوم لما اجي اغير اي مادة فيهم لازم اعدل في النظام الاساسي وفي العقد عاد التعديل اللي انت بتروح تمضي عليه وما انتش عارف عشان تاخد الفرق من النقابة ده ممكن يحبسك على فكرة الاساسي الاساسي اللي انا بنصح زمالي اللي لسه متدربين عيب لما تمضي على عقد تعديل وانت مش فاهم في حاجة عشان تاخد فرق الاسترداد او تاخد ميه جنيه زيادة او ميه جنيه عيب ما يصحش انا بقول واقع عملي مش بتكلم من كتب ولا انا غلطان هتمضي عليه ده يلزمك لانه مش هيعتمد المحضر للجمعية العامة غير العادية بعد ما يعتمد بيديك صورة انصورة موجهة للشهر العقاري وصورة للسجل عشان تأشه فانت عشان تعتمد المحضر لازم يكون عليه توقيع النقابة فاسياتك امضوه لا خلي باله لما نيجي نعقد جمعية عامة عادية بتكون لاقرار دي كل سنة لاقرار القوائم المالية او مراجع الحسابات تعيينه او لعادة تشكيل مجلس ادارة اللي هي الامور اللي مش خطرة او لابراء زمة مجلس ادارة واعادة تشكيله او لعقد مكافأة اعضاء مجلس الادارة الامور اللي هي المعتادة اما اذا ما كنت سوف اقوم بتغيير في النظام الاساسي لعقد الشركة لعقد الشركة فانا هغير في النظام الاساسي بجمعية عامة غير عادية انا هقولك على الحاجات اللي هي في امور مش هنتكلم فيها لانها مش هتصدفك كتير انا اكلمك على تسعين في المئة من اللي احنا شغالين فيه تسعين في المئة شغالين في الجامعية العامة غير العادية الراجل عايز يرفع رأس مال الشركة يبقى هغير المادة ستة المادة ستة النظام الاساسي يا شباب محفوظ للناس اللي شغالين فيه زي كده الضرب والcnح ووسلاة الامان المواد بتاعتها للسادة بتوع الجنائي محفوظين احنا عندنا فالتجاري المواد اللي بنلعب Pihier محفوظة مادة ستة يبقى هنا بقى بقى بغير في رأس المال رأس مال الشرقة مادة سبعة يبقى انا بغير في الهيكه الملكية بتاع الشركة مادة واحد وعشرين يبقى انا بغير في ادارة مجلس ادارة الشركة دي مواد اللي هي بتبقى في النظام الاساسي مابتختلفش من شركة لشركة في الشركات المساهمة لما تقول للمادة 21 يبقى هو عارف ده مجلس الإدارة ما تكلمه في المادة 7 يبقى أنت عارف كده ما تتكلم عن هيكها الملكية ما تكلمه في المادة 32 يبقى أنت عارف كده بتغير على اختصاص مجلس الإدارة ففيه أمور محفوظة طيب لما أجي أنا أعمل جمعية عامة غير عادية القانون أحطها بعد الضمانات وأحطها بعد الضمانات ليه ليه يا ستزيتنا عشان مهمة وعشان هنغير فيها في النظام الأساس الناس اللي هنا معانا ولا نايمين مشغلين التكييف إحنا الناس اللي جاي تتضرب واللي جاي تسمع أسدزتنا الكلام اللي أنا بقوله ده أنا شغاله وحفظه أنا جاي عشان أفتح لك طريق بعد سنة وبعد اثنين هتاخد فيها أتعب كويسة فبعد إذن خليك معايا أول حاجة يا شباب لازم أعمل حاجة اسمها محضر داعي يعني ايه محضر داعي يعني محضر مجلس إدارة بيدعو لعقد جمعية عامة غير عادية لكن أنا في الجمعية العامة العادية مش محتاج محضر داعي محتاج اللي يدعي داعوة تكون موجهة من رئيس مجلس الإدارة أنا في الجمعية العامة الغير عادية لازم عند الاعتماد بيطلبوا مني حاجة اسمها محضر مجلس إدارة داعي اللي هو أنا بدعي لانعقاد جمعية عامة غير عادية للشركة وأقول فيها أنا أعقدها ليه عشان أغير المادة كذا المادة 6 والمادة 7 والمادة 21 والمادة 22 والمادة 32 مثلا معنى كلمة المادة زي ما قلت لك المادة 6 خاصة برأس المال المادة 7 خاصة هيكل الملكية اللي هي الناس المساهمة في الشركة المادة 21 خاصة بمجلس الإدارة المادة 32 خاصة بسلطات مجلس الإدارة لو أنا هغير المقر الشركة يبقى مادة 5 يبقى مادة كام؟ أي مكان أنت لما تيجي صحيفة الشركات لما تيجي عشان تعدل أنت عايزة عايزة المقر برجع صحيفة الشركات يبقى أنا هادعه عشان أغير المادة كذا وصلت عملت مجلس الإدارة بروح اعتمده وبعدين بعمل حاجة اسمها دعوة للمساهمين حاجة اسمها دعوة إيه؟ دعوة مين؟ دعوة المساهمين عندنا بندعي بنوجه رئيس مجلس الإدارة بيعمل دعوة لعقل جمعية عامة عادية أو غير عادية بيدعي فيها المساهمين وبيدعي فيها مراقب الحسابات وبيدعي فيها الهيئة العامة للإستثمار وبيدعي فيها الهيئة العامة للرقابة المالية دي الجهات القانون فرض عليها أنها تكون حضرة أنها تدعى سواء حضرت ما حضرتش بس لازم حضور مراقب الحسابات ولكن الهيئة العامة للإستثمار والرقابة المالية ما بتحضرش إلا لو عايزين إحنا نحضرها لو كنا عاملين كمين لأننا برضو أحيانا إيه بنعمل كمين فأنت بتحضرها وبتحضرها ليه عشان أنت عامل كمين لأحد المساهمين أو لأحد العماء أو لأحد أعضاء مجلس الدار أو أي مكان وعايز تثبت بالقانون حقك والرقابة المالية بندلها دعوة وبحدد القانون اشترط يا شباب في المادة مئتين في اللايحة وما بعدها ومئتين واثنين وما بعدها في اللايحة التنفيذية اشترط شكل معين للدعوة تبقى من لازم يتكتب تبقى على ورق الشركة الشركة المسامة تبقى موجود فيها كافة بينات الشركة اسم الشركة سجل التجارة بتاع الشركة رأس مال الشركة عدد الأسهم بتاع الشركة المكان اللي هتنعقد فيه جمعية مقر الشركة الساعة اللي هتنعقد فيه جمعية اليوم اللي هتنعقد فيه جمعية الجدول البنود اللي هتنقشها الجامعية ثم بعد ذلك بيختتم وبيمضي رئيس مجلس الإدارة وبنبعثها بجواب مسجل بعلم الوصول أو بننشرها وبنبعث النشر والقانون واللايحة دلوقتي اتغيرت قالك ما تبعتش كانت الأول نبعث الدعوة قبلها بكم يوم يا شباب الناس اللي شغلة في الشركات كم؟ كان 15 دلوقتي 21 يوم لا يحسب منهم يوم الإرسال ولا يوم لانعقاد يعني 23 يوم خلي باله أنا أبطلت جمعية عامة عشان 24 ساعة خلي باله الموعيد أحنا بنتكلم في الشك ما نجدعه باللي جوه